السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله سوف نقوم بصحة 41 جزم المضارع الصحيح والجملة الشرطية. تركيب سوف نقوم بسؤال الاول وكملوا جواب الشرط. هنا ما تزرع ان تجتهد من يعمل خيرا. هنا سوف نكملوا جواب الشرط. ما تزرع تحصد. هنا هكتبو تحصد. ان تجتهد. ان تجتهد. هنا خاصة نعطيها كده. ان تجتهد تنجح. من يعمل خيرا يجد خيرا. هنا هيكون يجد خيرا. هنا من يعمل خيرا يجد خيرا. هنا ما تزرع تحصد. ان تجتهد تنجح. من يعمل خيرا يجد خيرا ثانيا أركب الأفعال الآتية في جمل مفيدة ينتبه يحتفظ يراجع هنا نبدأ بمن ينتبه غدروا في جملة من ينتبه إلى الأستاذ يحصل على نتائج جيدة من ينتبه إلى الأستاذ يحصل على نتائج جيدة هنا يحتفظ يحتفظ شنو غندروا فيها أعجبوا لها جملة تهيئة زوينة لم يحتفظ الأبو بدكريات كثيرة لم يحتفظ الأبو بصور كثيرة هنا يراجع هنا لم يراجع لا هندروا جو الشرط لم يراجع لا هندروا هنا هندروا هنا مثلا من من يراجع دروسه يحصل على نتائج جيدة من يراجع دروسه يحصل على نتائج جيدة هنا تمرين تالت أضع لما أو لم الأمر مكان لم ضاع الكتاب ولم أجده غد نحط فيه بلس هاد لم هندروا إما لما أو لما الأمر إذن هنا هندروا ضاع الكتاب وغندربوا هادي لأجده ضاع الكتاب لأجده هك غد نتقل المرة الشهور ولم أنس ما حصل لي في السنة الماضية هنا هندروا كذلك هنحط لما مرت الشهور ولما لما هندروا على هادي هندروا هادي لما أنس ما حصل لي في السنة الماضية واضح هنا أربعة أضع مكان النقاط حرف الجزم المناسب هنا يتخلف عن موعد انطلاق الرحلة إذن هنشنو هندروا لم لم هادي لم لم يتخلف عن موعد انطلاق الرحلة هنا يرافق الأسرار هندروا لم يرافق الأسرار لم يرافق الأسرار هنا كذلك ذهبت الحافلة ولم تعد ولم تعد هنا أغندروا هنا هنا نقوم برحلة إلى جبل نقوم برحلة إلى جبل هنا لينقوم برحلة إلى الجبل لنقوم برحلة إلى الجبل هنا أتمم الفراغ بما يناسب هنا الكلمة هي إن فعل الشرط نقط جواب الشرط تنجح هنا هادي نديرو فعل الشرط إن مثلا تجتهد هنا ها نديرو تجتهد تنجح فعل الشرط يعني شنخص الشرط هو شنخص نديرو باش ننجحو إن تجتهد تنجح من يطلب هنا شنه هو جواب الشرط من يطلب يجد من يطلب يجد شنه الجواب يعني الشرط هو يطلب وغادي يلقى يجد من يطلب يجد هنا ما تحصد ما تزرع تحصد ما تزرع تحصد هذا هو اسميته عفوا هذا هو تمرين رقم خمسة هنا هنشيو الستة وعريبوا الجملتين الآتياتين لم يتخلف أحد عن الرحلة هنا لم يتخلف أحد عن الرحلة لم هي حرف نافين وجزم حرف نافين وجزم يتخلف فعل مضارع مجزوم بالسكون يتخلف فعل مضارع مجزوم بالسكون هنا أحد فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره عن عاني عاني حرف جر الرحلتي اسم مجرور بالكسرة الرحلتي اسم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره أعيد لم حرف جزم يتخلف فعل مضارع مجزوم بالسكون أحد فاعل مرفوع بالدم الظاهرة على آخره عاني حرف جر الرحلتي مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره نتقل الجملة الأخرى هي ما تفعل من خير يعلمه الله هذه سنعرفها ما حرف جزم تفعل تفعل فعل مضارع فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وهو وهو من الأفعال يعني قلنا من الأفعال الخمسة وهو فعل الشرط وهو فعل الشرط يعني هنا هذي نعوده ما حرف الجزم يعني ما حرف شرط وهي تفيد الجزم تفعل فعل مضارع مجزوم بحد فنون لأنه من الأفعال الخمسة وهو فعل الشرط من حرف جزم خير اسم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره ويعلمه يعلم فعل مضارع يعلم فعل مضارع مرفوع بالدم الظاهرة على آخره وهو ضمير متصل في محل نصبي المفعول به الله هو اسم جلالة وهو فاعل هذا هو الدرس للنوم اشتركوا في القناة